توجهت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي توجهت بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لاحتضان مملكة البحرين وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي والتي أطلقت في شهر يونيو الماضي بتنظيم من البرلمان العربي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين مؤكدين أن ذلك يعبر عن إيمان المملكة بأهمية التعليم في بناء حضارة الإنسان وترسيخ مكانة الأمة العربية المتقدمة في المعرفة والعلم للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار ولو تحدثنا بشكل أفضل عن أبرز ما جاء خلال اجتماع اليوم للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي توجهت اللجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وحفظه الله ورعاه لاحتضان مملكة البحرين وثيقة التطوير والتعليم في العالم العربي مؤكدين ان ذلك يعبر عن ايمان المملكة باهمية التعليم في بناء حضارة الانسان وترسيخ مكانة الامة العربية المتقدمة في المعرفة والعلم طبعا مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وحفظ الله ورعاه سجلت تقدما واسعا في كافة المجالات وباتت تعيش نهضة تنموية شاملة طبعا بعد يعني خلال هذا الاجتماع يعني اكدنا على ان التعليم في البحرين والمساواة بين المرأة والرجل في بناء مبدأ الكفاءة واستعرضنا بعد اهم الانجازات اللي حققتها وقعد حققها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو والملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله في ادارة ازمة جائحة كورونا وتحقيق الكثير الكثير من الانجازات شكرا جزيلا لك من القاهرة سعادة الناب بمدوح الصالح عضو البرلمان العربي شكرا جزيلا لك